المركز الاستشفاء الجامعي محمد السادس الكائن بمدينة وجدة كيعلن مباراة توظيف مساعد في المجال الطب الاجتماعي درجة الأولى سلام عشر جوج ديال المروضين من درجة الأولى سلام عشر 12 تقني ديال الصحة درجة الأولى سلام عشر 65 ممرض درجة الأولى سلام عشر واحد صيدة للدرجة الأولى سلام حضاش موعد إجراء المباراة تحدد في تاريخ 24 نوانبير 2024 آخر أجل لإيداع ملف الترشح هو النهار 8 نوانبير 2024 الملف كي تكون الملف ديال الترشيح من طلب خطي لاجتياز المباراة المذكورة النسخة ديال الدبلوم أو الشهادة المطلوبة النسخة ديال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني من الجهتين بجوج سيرة داتية ديال المطرشح شهادة اللي كتبت التوفر على صفة مكفو الأمة شهادة اللي كتبت لإنتيماء لأسرة المقاومة وجيش تحرير شهادة اللي كتبت تسجيل في لوائح الإعاقة أو بالتعبير الصحيح والدغاقيق لما كيتدرج في الإعلانات للأسف الشديد دوي الإحتياجات الخاصة ثم ترخيص اجتياز المباراة بالنسبة للموظفيين اللي خدمين في الإدارات العمومية وبغاوا يدوزوا هذا الكونكور يجيبوا الترخيص من إدارات الموارد البشرية ومن مصلحة للموارد البشرية تتابع الإدارة ديالهم الإداع عن طريق البريد المضمون مع الإشعار في التسلوم الشروط أول شرط اللي كان دائما في مباراة توضيف كان الجنسية المغربية والسن القانونية للتوضيف اللي حددها قرار إعلان توضيف في المركز الاجتشفاء محمد السادس بمدين كجداء في 18 سنة كأدنى سن وأقصى سن 45 سنة توفر على ديبلوم أو الشهادة لمطلوبة إما كما قلنا لمساعد في مجال الطبي الاجتماعي لمروضين تقنية للصحة لممرضين ثم الصيدلاني بالتوفيق للجميع كنت منها من أي واحد شفت هذا الفيديو وإذا بعتنى النهاية يشارك معنا في القناة ويدعمها شكر موصول لجميع المشتركين والمشتركات والداعيمين والداعمات للقناة موعدنا بإذن الله تعالى سيتجدد في القريب العجل وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته